أخبار كان إيه؟ والله أنا رأيه دي من الدورات المهمة جداً على عدة مستويات أولاً هي أول دورة واقعية كما ينبغي أن تكون الدورة واقعية زي زمان كان بتاع زمان بقى والزحام والتزاحم ووجود نجوم كل ده كنا محرومين منه إنك إنت وإنت في مهرجان كان آخر دورة أنا كنت موجود فيها كنا لازم نعمل بي سي آر كل 48 ساعة دي مش موجود خلاص خلصت ولا حال تتقالك على فاكسين ولا أي حاجة ولا وإنت في السينة معت ولا ماسكات ولا ولا أي شيء ولا في الطيارة ولا في الطيارة هو أنا سألت لأن في واحد صاحبه لما قلت كده قال إزاي أنا كنت لسى راجع من فرنسا على إير فرنس والبست المسكة وعند رجع تاني للنت قال لي آه اتلغى يعني هو رجع وبعد خلاص اتلغت معدش فيه لا ماسكات بس طبعاً فيه ناس ودول الحقيقة أسكية جداً ولازم نشكرهم بيحرسوا على المسكات لغاية دلوقتي لأنه طبعاً لسا فيه بقايا خوف لكن إحنا أو الجزء مننا اللي هو بيصدق بقى وده غلط أنا من هؤلاء اللي هو يعني إيه غلط زهيت أنا خاف على أوروبا من جدر الأرود دلوقتي ما هيجينا لا إن شاء الله مش هيجينا لا يعني إذا غصل لأوروبا ما تعرف العالم أصبح قرية صغيرة زي ما زمان قالوها هاي قرية صغيرة جاء جاء أرود هنا هتلاقي الدنيا ربنا يسطر ما دي العولامة العولامة تعبتنا بصراحة بس المهم إنه آآ جنب الحالة دي إنه بيرجع واقعياً بجد إنه كمان اختيارات عظيمة يعني أنا كنت في شهر فبراير الماضي يعني من ثلاث شهور ولا حاجة في برلين وبرلين انت عارف مهرجان موازي طبعاً اختيارات برلين ضعيفة جداً المرة دي أمام كان ضعيفة جداً يعني تقول طيب لما بيقولوا إنه عشان خطر الإنتاج تضهور بسبب كورونا طب ما دا ينعكس أيضاً على برلين مفروض آآ لا يبقى المسألة متعلقة بالمدير الفني إزاي بيختار أفلام وبيتعاقد على أفلام ففعلاً الضربة القوية كانت والأفلام الأهم كان 21 فيلم جزء كبير منها جيد وده طبعاً نسبة كبيرة هو هي كان وجزء منها ما تنسهوش يعني يبتدي تردد جواك مش شرط ياخد هو السعفة هي أهم جيدة لا ممكن فيلم ياخدش سعفة بس فيلم فيلم يدخل عقلك ها تفكر فيه وهو دا أنا رأي أن العمل الفني الجيد هو اللي يبتدي تشاهده بعد ما يخلص يعني يبتدي يعرض نفسه عليك بعد ما تلاقي كلمة النهاية تبتدي تتأمله لكن العمل اللي أنت حتى وانت قعدت تضحك وزقطت في السينما وخلص وروحت على اللي بعده لا خلاص فيه أفلام كده عاشت وبيتايش